بسم الله الرحمن الرحيم من أجل تحسين الوحدة الترابية وكذلك اعتماد البرامج التنموية والاجتماعية لتنمية هذه المناطق وكذلك هي مناسبة باش نتمنوا كذلك التدخل الأخير السلمي الذي قامت به القوات المسلحة الملكية من أجل إعادة فتح هذا المعبر الككرات الذي أبت إلى شير ذيمة من المرتزقة على عرقلة السير بها فلذلك نحن نثمن عالياً هذا التدخل الاحترافي لقمت به القوات المسلحة من أجل إعادة الروح والحركة التجارية والمدنية لهذا المعبر وكذلك لا بد من استغلال الفرصة لنشيد بالقرار الأمريكي الأخير الرامي إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية والقرار الرامي كذلك إلى فتح قنصليتها يعني بهذا الدخل وكذلك لا بد أن نستغل يعني التواجد هنا يعني بهذا المناطق باش نرفع نداء إلى الإخوان دينا والمحتجزين بالتيندوف من أجل يعني العودة إلى وطنهم فالوطن غفور رحيم والوطن يسعى للجامعة بطبيعة الحال شكرا أود أن أحيي عاليا المجهودات الكبيرة التي قام بها جلالة الملك والتي بدأت تعطي أكلها من خلال اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الدولة المغربية على أقاليمها الجنوبية على الصحراء المغربية هذا الإنجاز العظيم يأتي في سياق يعني الكثير من الانتصارات التي قام بها لعرفتها لأذكر من بينها فتح هذا المعبر صفة سلمية ضيف إلى ذلك بأنه كذلك ضيف إلى ذلك كذلك القرار الأخير لمجلس الأمن واللي حدد الأطراف الرئيسية في المشكل من الجزائر كأطراف رئيسي ضيف إلى ذلك بأنه كذلك صنف المقترح المغربي في الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق وممكن أن يكون حل حقيقي لهذه المشكلة يأتي الموقف المغربي الأمريكي باعترافا بسيادة المغربية على الصحراء المغربية تعزيزا لهذا الموقف ونحن كساكنة وكومة دين الساكنة نعتز بهذا الموقف وسيفتح أفاق كبيرة جدا لدول أخرى وازنة في العالم اللي لا يتعترف كذلك بالسيادة المغربية ويعني كذلك بفتح القنصلية الأمريكية في الداخلة لها كذلك طابع خاص بأنه الدينامية الاقتصادية اللي عرفتها لأقاليم الجنوبية اللي كان شهد بها الأمين العام اللهم المتحدة في أكثر من تقرير ويأتي فتح القنصلية الأمريكية لدعم هذه الدينامية الاقتصادية وفتح الآفاق أمام المستثمرين الأمريكيين وأنا أقول لكم بأن هناك بعض المشاريع الآن اللي تدرسه اللي ستطبق إن شاء الله عن قريب يعني سيتم إنجازها نحن نرحب بكل هذه الاستثمارات هذا سيجعل من جهة الداخلة وادي الذهب والجهات الجنوبية عامة أقطاب تنافسية أقطاب تخلق الثروة أقطاب تخلق الشغل وبالتالي كذلك سيعزز الداخلة كجهة ذات إشعاع عالمي جهة كما أراد لها جلالة الملك بأنها تكون البوابة الحقيقية للمغرب نحو عمقه الإفريقي قبل ما تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا معنا في الشايين يوتيوب وبرجوا المحتوى في مواقع التواصل اجتماعي وما تنسوا أن تقوموا في الجامعة